الوزئية ديك وانت بتلعب بطلت لعب هل بطلت اللعب لعدم القدرة على العطاء ولا وصلت لسن معين انت تشبعت خلاص من اللعبة ومش عاوز ألعب تاني ولا أجبرت على الاعتزان أقام ثلاثة أجبرت على ذا زينا ليه؟ دكتور حاسب مصطفى ربنا ندير الصحة طلعا قرار 32 سنة يبطط والقرار دا كان سليم بالنسبة لنا؟ ما كانش سليم بالنسبة لي طبعا بس هقول لحاجة احترمنا نفسنا تقبلتوها ازاي؟ القرار دا طريعا على ستة لعبة مين ومين؟ كانتنا في الاهلي أنا وعشور في الديد الاهلي أيمان صلاح وحسام غريب أحمد العطار في الزمالك وأعتقد عمر جوشي جابه القرار برضو كان بلعب في ساعتها تلعبها جامدة وبص تقبلنا القرار باحترام اتعلمنا كده لما الكبير هيقوم القرار قولنا انا احترمنا قرار صعب علينا كلنا المفروض في لعب بكرة اليد أو الهاندبول بيلعب لحد السن كم سنة؟ حارس مبار مين وعارات 40 سنة 40 سنة ما الحضر يلعب لحد 40 سنة ما بيخش في جوان من أحد كنت ناوي لا والله كنت ناوي كنت ناوي فعلا اعمل لي كنت فيها بس دوتر عزبا هو قد قرار واحنا بقولك يعني احترمنا القرار هل دي فادت كورت اليد مستقبل لما خدت قرار ده هو كان عنده نظرة لقدام بص حالك لا انا شايف انهم فدتوش ما فدتوش ما فدتوش لو خدت قرار ده ليه؟ هو خدت قرار لان بعض الانداء كانت معطاردة على لعيبة كبارة ما كانوش قادرين يبطلوهم فالك يجيبها بقى من رئيسي فهو فالدكتور حسن مستوى انت عارف باش الله عليك هو بصراحة اللي بنا كورت اليد من قرار قرار بياخد قرار اه لو بياخد قرار صح او غلط بص حالك اكيد كلنا مش قاراتنا عندنا مش مية في مية صح طبعا بس مهما انخد القرار هم بيرجعش فيه هو دي حياته ما انا لو انت فيه واسطة عندك نتكلمه عشان يمسك كورت القدم يمسك الانتخابات المصرية دي يمسك كورت القدم نعدلها الشواء بصراحة شديدة اه اتعلمت منه كتير في حتة ان القرار قرار ما بيرجعش بالقرار صح غلط اه انا بالنسبة دي القرار ما كانش مزموعة نعم بس انا احترمت القرار نعم عشان بصلاح العام ده خلاص عشان هو بيدور فلكن انا بقول حاج بصراحة شديدة خلاص هو قرار وده شيء مهم جدا انت ده اخد قرارات لان اخذت عشان قرارات مصيرية مستحيل تكون عشان غلط هتغلط في واحد وده طبيع اتنين لكن مش تغلط فقتل من كده طيب وانت لعيب في النادي الاهلي وخلاص زي ما بتقولي كابتن دكتور حاسب مصطفى خد القرار ان المجموعة دي تبطل ولان انا بعمل جيل جديد فيه ناس طبعا مقتنعة وناس تانية مش مقتنعة ناس اه بتقولك ده قرار صح وده قرار قطأ ماش فيه اتفاق على القرار نفسه لكن وانت مشوارك في النادي الاهلي من كرة اليد انت راضي من جواك على انت قديته لكرة اليد اه طبعا كان نفسي اعمل حاجة اختر من كده انت يعني يعاوز اقولها لك ازاي يعني يعني انت خلاص بقى خدت كل حاجة من كرة اليد في النادي كان نفسي كان نفسي في حاجة هو النادي الاهلي في الجيل اللي انا كنت ملعب فيه كان نفسي ألعب بطولة عالم مع الجيل ده اندية اندية مش منتخبات النادي الاهلي لعب اندية ملعبناش ملعب اندية مجالناش بص جالنا والدكتور حاصل مصطفى امه نعمة ليه؟ جبار الدكتور حاصل من تسعين لألفين احنا عالفين واحد اخدنا رابع عالم نعم من تسعين لألفين الجيل ده كان دكتور حاصل مصطفى قفل علي تماما كان مفيش حاجة اسمها بطولة اندية يعني بطولة اندية دي كنا بروحها يعني في الوقت المنتخب فيها مش فاضي يا سوري فاضي ميطلات عربية كل القصص دي كلها كانت مقفولة علينا النادي الاهلي لو لعبنا نعم كان مكل شاب اastian الاهلي بالتحديد لو لعبنا عاشر ميطلات افريقية من تسعين لألفين كنا نكسبه عشر يعني احنا كسبنا ميطلتين افريقيتين في السنين دي رحنا وكسب نيطلات عربية الeddarين احنا كسبناهم الفارق بينا وبين اي فارق عشر تكوان احنا كنا بنخاف من شمال افريقيا كسبنا كسبين تونس كتونس 93 والجزاير انا فاكر المنظر 92-93 روحنا لأيبنا افريقيا بطولة اندية افريقية وكنت اول مرة اعرف في حياتي ازاي الفرق بتخرج في مدرعات كنت وانا صغير بسمع ان في انت كرة كانت في حتة حاجة جدا وتخرج في مدرعات في بروندي وفي غانا وفي غانا كتوكو دي اعتقل حاجة روكت في مدرعات احنا روحنا دول في حربة اهلية واحنا موجودين احيا دي لا بقول حاجة احنا روحنا في تونس وكسبنا الترجي في صلت الترجي فرق جول وكسبنا وطولة افريقيا هناك وخرجنا منها في مدرعات الحمد لله على السلام طيب ابدأ بقى مع المنتخب انت كان مشورك مع المنتخب انت لعبت فينان دي اهلي كم سنة